السلام بنتي صغيرة من أدم هدار أخوها وعيش معي هنا بحل ولدي والله اللي كيعلم ودقرة حنعلي وتشوي معي انتو ماشي غير جيرا انتو مع عائلة بحل هدك راولدي والله اللي كيعلم وتشويش علي وتشويش علي ركاين عز هو وبنتي لهيه في البيت ناموسية وحدة نبت نغطي فيهم داربوا على الخبز المالول بنتي وقت اخد ليا جافيل وجيبت لسة خبزات وهو ترامي لها على الخبز بغي اخد لها الخبز هي تقول لي لما تقربش ليا تشادش هيوية تلح لها في شعرها ديما يغلب على منشعرها تلح لها في شعرها طاح هو وياها مني تشاد شدة منشعرش هيشدش فيه واحد السيداني تجارتنا اللي كانت تسمعني من هنا قولوا الحقيقة أنا اللي كان طالب بالحقيقة دقال ما كان ما بنادي ما يزيد ماذا تحوى تدري؟ تحوى بنتي والناس اللي فكوهم ممكن هو دقاجة فيك؟ لا ماش من دقارة را قدوا قدها را قد يقلوا في قسم واحد را قسم واحد تحوى ويهفكوهم الناس ويجا وجاش خشوم هاجمع لنا هنا بداية تتعير وكاتسب بنتي أنا طلع ساها صافي تفكو تصالحو هاد الحادثة بعدها كان بشوق عيس وما اللي يقولوا بأنها خمسة عشر يوم جاي المدة شهر كان قسم لك بأية الرحمة يعني بوزي تقولي بي أن الوفد ديانو ماشي سبب هي هاديك؟ ماشي تدري سخانة وكانوا يشاري اللي هدواء أخباش مشوا معك التباصر ومشوا معك شو بشي قلت بي أنا تدريت تا حوصة في هبطت البنس ديال فكتهم لا لقى الجيران فكوهم فكتهم 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 دربة شخصها طلعات وهو قد يصير بحلاسك هادي الكلمة اللي كنا من بعد الدراري تصالحو تسخرهو بنتي تدري عادي كل شيء عادي كيلعب شهر المدراسة تسولوا المدراسة تسولوا الجيران تسولوا شخص البحث ما زال بنتي بشات اليوم بشات برج لها عساق باش مشو بتتفاصيل شوية شوية باش المشاهد يفهم مهم مهم نفكو موداك شو تدري صحاسلا تشال هنا الهنا الأسابيع اللي أخرين عادي بشتدري مرض مرض بسخانة كانوك يقولوا سخانة شوية قلق الله الدربة أطرت لي على الراس بأن بنتي اللي دربته وحسب يا الله واني عمال واكل أربي فوق من كلش إلا دربته وبنتي وتعدات عليه أربي رغى ياخد الجزاء دياله وهم ضلموها الله ياخد الحق هذا الشيء اللي وقع أخصي الدرب والدراري الصغر رفكو مع الجير أرى ما شيتها بنتي اللي فكاز فالاخر بنتي منين هبطات دربة تخسها طلعات وكليالا صاب يسير وهم من بعد قال لك هزاتوا وخبطاتوا وضربتوا الراس الله هاد شي ممكن إذا ما انتوكيني؟ بنتي معتاقينه بنتي احمد شنو بنتي احمد أنها ضربت الدرر بأنا دربت الدرر ويانا ما ضربت شنو ما تشي حاش مخالية بنيتها صغيرة هذا ماشي ضرب هذا بنتي ملك كدبتك الدرر يمسكين توفى الله بغاه الله بغاه توفى مسكين كنو ما صر ديك البنت مسكينة لم تكن من البيت ديالة برجلة لماذا؟ لن يحشونها لم يكن ربي لماذا لا يقول الحقيقة؟ لماذا؟ من ينجوا البوليس يسولون فيهم ترى واحد ينبغى وقال لما نضربه مكانت نقروه نقروه جيرا بقي امالي واحد في الله وفي السيد اللي كيبع جاويل هو اللي غادي نشوفه نشاء الله يجيب كاروسه نهار ايه نهار ليلة جاويل نشاء الله يجيب كاروسه نشوف السيد يشهد شهاده ودي الله حق وانتي تقولي بأن يعني تهرفش وقع المشكين ودك شي فاسة تمودة يعني ودري مازالك يدخل عندك ويلعب مع البنت وكل شي عاد وقع المشكين وتصالح وابنتي وتصخر لي وابنتي بشوكي بحالكم انك نصخر بنشي كيبشي واباياها وما فهمتش هاد الواقعة حسبي الله واني عملواك انتي بشترد على عائلة دي والله يصبرهم ايه دكرة ماشي داعلي ما هوم داعلي نسحنا والله اللي كيعلم كوانا وشوانا ولكن مو معلاته شي حاجة التعمار دي العباد الله ولكن الله ياخد الحق لو لو تانيا حسبي الله واني عملواك ما تدري معهم ما تتواصلش معهم انا معامل مع دارهم بشيت كتر من جيران انا بشيت كتر من جيران كتر من جيران كتر من جيران هذا هو الامال في الله سبحانه وسعلا وفي تقرير الطبي يعني انت تقرير الطبي غيبيين واش ما اسب السخانة ولا مات بضربة يعني هو اللي غيبيين كل شي بقي ما بينش غدا قاللك عدا يخرش تقرير ديال الطب يعني انت عندك امل انك تقرير تقيدي في الله سبحانه وتعالى وتتقرير واش ما اسب السخانه واش واش الدربة ولا لافهمش اما انا ابنتي والله ما ضربت الله ما مسات والله ما قربات لي هو بنيتي طاح ووياها نادو تصالحو مدة شهر ومك يقولك خمستاشر يوم عرا شهر انا قلبت على من راس تا الراس في الزنقة ياريت كل قيته شي كاميرا دير هاشي واحد في الجيرين اي عطيني عاها باش نتبت اه باش نتبت اه باش حل مع ساقل اذا باش حل من الصباح ومشكلة انا ماشي يجو وشدوها انا اللي عايت لبنتي كانت في دار الناس وعايت لها جات خلات بنتي عايت دار الناس وجيس برجلية إلا كو كانت شي حاجة بنتي ما غا تجيش كينا ولا ما كيناش اه ارا بنتي يجيس برجلية حينا عارف الراس اللي ما ديري انت شي حاجة مشكلة بحلات لها ومشكلة بيها دب انتما كتقولوا بان هذه غير سخانة شي حاجة خراب ماشي ماشي الدربة وش الدربة دي الراس اللي كتش بين داك النهار كتش بين الغد لي ماشي مدة شهر ممكنش غايت تضرب مثلا وغيعاودي لعب وغايت يمارس حياته الطبيعية من اللول قال لك غادي لا ما خرج لي لدم لتشي شي حاج قال لك تدري مثلا نكون عاش غادي فهمت ما توقف لي الدماغ دياله فهمت وتقطع لي شي عرق في الراسة تشي عودت شو لي يخطو نار الاربع اخطو هذيك اللي خرجت في السريح كالصدر هي عودت لياتش قالت لي ودعي معانا قال الله يقعد وساده وسميتها واحد البنية صغيرة قالت لك بأنه كان فسميته في السوق كان هو وياه وضربوه شي واحد بحجرة وسخف طاح سماكن في القيصارية وطاح وجابوا لي الماء حيش هد الشي خاسنا بغي انا اللي كان طالب بغيست تقولي بانا تشي كي اكد بانا ماشي تضربة يعني عندو شي سبب طول مدة شي خمستاشر يوم انا اللي كان طالب بغل بحث انا ماشي بنتي تعتاق الهوكات ما ديري اللي بيدي هالي برجليها انا كان طالب فاهمتش بالبحث انا بغيتش وصل بغيت البحث البحث فاهمتش يعني خرجوا هاد الناس اللي ما بغينش يهدروا وما بغينش يقولوا الحقيقة بغيش هم يهدروا ويقولوا انا كين عربي والموس انا حاسبي الله وان اعمال واكل انا شو واحد يشوف شي حاجة انا احنا ماشي قلناني مكدبولة احنا قنطالبوه بالحقيقة اذاك شي اللي كين بنادمي يقولوا صافي انا بنتي مردوالية انا بنتي مردوالية انا بنتي مردوالية كاتخورش يقول لقاتلا وكانو كيديرولي في المخينزاو هادش عاليش ماشي بدوش كانو كيداوي وفي ويقولوا يديرولي في المخينزاو هادك الدواء انا لايو عقل انا مدت شهر باش دار بهو وابنتي وكما انتظر كبيرة اتضر بصورة وانتظر بصورة 15 يوم انا بسمعتوا مرض انا لقد قلت لهم ياريش كون نسمعتوا بمرض انا نتاوي انا وخلنا نعرف نخرج نساعي علي ونضي للطباب وممو مداتو الشيطة اتشارت لي الدوام الفرماسيان والسيدة جارتنا الاخرة هي اللي مقابلة هي اللي قدارت لي المخينزة وقصت تدي ليدك شي ديال العرب علش الدري مريض بصخانة وقولوا الدري مريض بصخانة حيث حيث تكون سخانة ورقبهاش وما ارى يجعل تعطي اوه اوه كTدير بزيف واخنتي باش كتالب اليوم كنت طالب الحق ديال بنتي وانا مغديش نسمح فى الحق ديال بنتي الحق ديال بنتي ما غنسمحش فيه وما غنسمحش فى الحق ديالruptوالي وغنتابع اي واحد هنا انا الاعتيقها المنصباح مخشي العشية ومريضة ومريضة ومواكلة النعمة والله من سمح ليهم ترغد يوم القيامة شو واحد من سمح لي حيث عباد الله شافوا الحقيقة ومنين جوا البوليس كيسولوا وحشوما ومرضوا لي انا بنتي الصغيرة ومرضوا لي انا بنتي الصغيرة مرضوا لي اتفاقوا بحشو مردوا لي يقولوا لي قاتل وش 11 عام بحشو هزة جنوية هزة حديدة انت كنتي تحتاج التحقيق يتعاود والفرماسي منين شلات اليدواء والسيدة اللي كانت تديل العرقة عندها أريد أن تحقيق كل شيء لكي تتعرف الخاصة هذا ما كان طالب بي عند عام ومعتقلة أرى عيب وحرام وحشومة أرى حشومة وحشومة وعيب وحرام أرى هذا الشيء لا يريد أن أربيه لعبده دون مرة ما يريد أن يتواح دون مرة ما يريد أن يريد أن يتواح أنا كمانت واجدة في البلدة السيدة في البلدة المعتقلة وهذه المسائل التي يقوم بها تكسين يقول أنا خاله وخاله بحال خاله ماذا أنت خاله ولعب بحال خاله وكتب كي نحن لم نكيوش كنقول الحق كنقول لحضرة حضرت بي سبحانه وتعليش كيقول حرمت الظلم على نفسي واجه عندما يكون محرمك فلا تظلم والظلم ضلمات وكل يعقين كل إنسان يموت وكيدم معي الشباب وإذا كذبتي وزورت الحقيقة هتحاسب أمام الله الحق كيبان كيبان طازمان ولا قصر كما كان يلين يومان ولا غدا وللك شين غا تظلم الحق غا يبان دير كل واحد كي المظلم كي ياخد الحق دياله والظالم سورا غا ياخد الحق دياله احنا كانت منه هذا كدري توفى الله يحسن عوان وليدي الله يحسن عوان الأسرة دياله ماشي سهلة الكبدة الأمتي تشوت في الكبدة دياله سهل السيدة احنا ما بغناش تشوفك الكبدة دياله ماشي سهلة هي بنتها عندها واحد وعشرين سنة مخلية رضيعة منزلكها تردع كانت منه الحق أنه يرجع صحابه أو كيفما قلت في اللول و في اللخر القضاء هو اللي كي يحكم في هاتش مشاهدين يا كرامل بنبعي قناة شوفتي ديال بيه كيفماسمعته احنا سمعنا الطرفين سمعنا الطرف الول اللي هو عائلة الوليئا اللي توفى الله يرحمه وليه وسه عليه وده بسمعنا الطرف التاني كيفماسمعته الأم قلتنا تفاصل جديد ولكن في اللول و في الآخر كيفما قلت كيبقى هات شي هاتشي القاضاء احاول ايحكم فى هذا الشي الاول كتقول بانه الوليه يتضرب اه يعني الدرب هو البنيتة هات شي وقع بعد شهر عدت وفدر يعني كتقول كسبب الوفاة ماشي هو اللي من وقع يعني فى المداربة كتقول كسبب الوفاة حاجة اخرى طوال ان تكون سخانة يعنى اه ماهو اهو 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 خاتف جيرا. اهمال تفل. وهالتفل خطسوه معده كوان عاربوه. اشنو مشكلته. واش اهمال تفل اللي ما ما عدوش قصة. مهمتش الحاج في الول و في الاخر كيبقى غير جاع القضاء. احنا ده بس معناه الطرفين كيبقى في الول و في الاخر كيف مقلت القضاء اولي غير يحكم. الام قلت قلت اللي عندها اه قالت بزاف ديال التفاصيل بان الوليد والبنية اه ضاربه اه هبطت البنية اه البنت ديالها الكبيرة في الكاس. هاتش يوقع بعد شهر يعني ادري موقع لهوالو ديك الساعة يعني ادري رجع الحياة الطبيعية. رجع كيلعب. رجع الحياة ورجع للمدراسة. يعني هاتش يوقع بعد شهر. الان كتقولك بان سبب الوفاة ماشي ماشي هي الضربة اللي كي يقوله يعني الطرف الاخر بان بنتها اه ضربات. وكتقولك بانا ممكن تكون حاجة اخرى. احنا كانت منه والله يدلي فعل خير. الوليد الله يرحمه الله يوسع عليه. الله يصبر العائلة دياله. وكذلك كانت منه وان المحنة ديالة سيدتي تسالي. ان شاء الله تخرج بنتها اه بريئة يا ربي. مشاهديني كرام متبعي قناة شوف تيفي. وصلنا الى نهاية البت المباشر. ان شاء الله لتقي معكم في بت مباشر اخر. الى اللقاء.